السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من الفيديو الجديد. لازلنا متابعين إن شاء الله في الإجابة على أسئلة القيادة الخاصة بالحافلة أو الباص في ألمانيا. قمنا بالإجابة في الفيديو السابع على أحكام مدونة السير مع تعليم مخاطر متكامل 1 و 2. الآن وصلنا إلى هنا القيادة الاقتصادية وصديقة البيئة وحماية البيئة أخراط الشوارع وتخطيط الطريق. يعني يبدو من العنوان أن هذه الأسئلة أكثر نظرية أكثر منها تطبيقية. لكن لا ما نسمى للإجابة عليها. نبدأ إن شاء الله في الإجابة على هذه الأسئلة. بسم الله. طيب تآكل الإطارات يضرب البيئة كيف يمكنك تقليل هذا الضرر؟ من خلال الفحص المنتظم بضغط الهواء الإطارات وفق شروط المنتج نعم. من خلال القيادة ذات الرؤية البعيدة من خلال القيادة بإطارات الشتاء في الصيف. توقع فقط الإجابة الأولى الثانية. طيب جيد. السؤال التالي ما الذي يجب الانتباه إليه عند استخدام جهاز الملاحة؟ ينبغي عمل تحديث الغرارات كل فترة بانتظام؟ نعم. ينبغي إدخال الهدف والسيارة متوقفة؟ نعم. ينبغي اتباع تعليمات جهاز الملاحة دائما؟ تكيد لا لأنه بعض الأحيان يعني جوجل يأخذك في طرق خاطئة يعني صراحة أو تكون مغلقة. طيب. السؤال التالي في أي شيء يمكن أن تساعد وحدة التحكم في السرعة مثبت السرعة في طريق قيادة موفرة للطاقة في الإجابة سرعة ثابتة؟ نعم. وأيضا الإجابة الأولى تبدو صحيحة يعني. فالالتزام بالحد الأدنى مسافة تجاه السيارة المتوجدة أمامي. هذه هي توقع إجابة خاطئ يعني. طيب. سؤال التالي ما المعلومات التي يدلي بها مفتاح رسم البياني لخريطة الشوارع؟ مصطرط المسافة لتحديد مسافة بسرعة. تفسير رموز العلامات المستخدمة في الخريطة لمحة تاريخية عن نشوء خريطة. مفتاح الرسم البياني لخريطة الشوارع. توقع هنا مصطرط المسافة لتحديد مسافة بسرعة. تفسير رموز العلامات المستخدمة الخريطة. هكذا فقط. أتوقع. جاي. حد لان ثلاث إجابات صحية. طيب. محرك الديزل لم يعد يشتعل في الشتاء قد يكون السبب. يعني محرك الديزل أول ما زوت. شمعات الإشعال لا تولد شرارات. نعم. لا يزال يتواجد الديزل الصيفي في الخزان. توقع إجابة يعني خاطئ. لأني لا عرف صراحة ماذا يعني بالديزل الصيفي. أصبح سلك الاشتعال مبتلا ربما. لا يزال يتواجد الديزل الصيفي في الخزان. معنى يتوقع. وقع صراحة إجابة تكون خاطئ يعني. تتبين أنها الإجابة الوحيدة الصحيحة يعني. طيب. لماذا يجب الانتباه إلى فترات القيادة والراحة عند التخطيط للرحلة. لأن هذا يؤدي إلى مسافة السير تقل. من المفترض أن يؤدي هذا إلى تجنب مشاكل طرق القيادة. نعم. أتأكد أن نقائد السيارة يمكنهم التزام في فترات القيادة المقدرة. نعم. الإجابة الأولى خاطئ يعني. واضح. طيب. السؤال الثالي. على ما يجب الانتباه فيما يتعلق بخطة طرق الرحلة. إعاقات محتملة للحركة المرورية نتيجة مواقع معناء. نعم. تغيير متعدد لمسار الرحلة قدر الإمكان. قدر الإمكان. يعني هنا إجابة تبدو خاطئ. إعاقات محتملة للحركة المرورية نتيجة الحركة المرورية خلال العطل في ولايات اتحادية مختلفة. نعم. متى ينبغي استخدام معدل السرعة أو مثبت السرعة فقط في السرعات العالية. عندما تصبح طبيعة الحركة المرورية باستخدام سرعة ثابتة. نعم. فقط مثل الحضرات والارتفاعات يعني جابه الأقلوب الثالثة يعني واضحناها خاطئة طيب السؤال التالي تضع خطة لرحلتك في مساعدة خريطة من مقياس 1 على 200 ألف أو المليون أي 1 على 200 ألف كم كيلو مترا في الواقع يساوي 1 سنتيمتر على الخريطة 1 على 200 ألف يعني 1 على 2 كيلو يعني يتوقع 21 كيلو أتوقع خطأ يساوي 2 كيلو متر طيب مسابع ما الذي يمكن أن ينتج عن الفصل المتأخر عن المطلوب لوحدة التحكم في السرعة مثبت السرعة سرعة منحناية أعلى من اللازم نعم قيادة بشكل متقارب أكثر من اللازم بالآخرين نعم تخطي السرعة القصوى المسموح بها يعني تستخدم مثبت السرعة يعني نفترض أن لا تتخطى السرعة سأتقل قيادة لكن أحيانا يعني إذا وضعت على سبيل المثال على مثبت سرعة 120 ثم نزلت السرعة إلى 80 على سبيل المثال ستتخطى سأختارها أوف جيد طيب السؤال التالي لماذا يساهم وضع إيكو رول في تخفيض استهلاك الوقود مع المركبات التجارية لأنه مع وضع إيكو رول تكون مرحلة دوران السيارات تقل تأثير فرملة المحرك مرتفعة طاقة حركة السيارة مستهلكة بالحد الأقصى يعني إيكو رول يفترض أن يكون جيدا لأنه يخفض من استهلاك الوقود طيب مرحلة دوران السيارات تقل تأثير فرملة المحرك مرتفعة طاقة حركة السيارة مستهلكة بالحد الأقصى توقع يعني الإجابة الأولى والثانية صحيحة طيب الأولى والثانية خاطئة الإجابة الوحيدة الصحية التي استثنيتها وهي طاقة حركة السيارة مستهلكة بالحد الأقصى طيب السؤال التالي تريد السفر بسيارتك من همبورغ إلى روما ما هو المقياس الذي يجب عليك اختياره للقيام بخطة أولية شاملة للرحلة؟ واحد على خمسمائة ألف واحد على عشرات آلاف واحد على خمسين ألف يعني يتوقع منطقيا واحد على خمسمائة ألف يعني إلا أنه تسافر من همبورغ إلى روما يعني مسافة بعيدة نوعا ما طيب السؤال التالي كيف يمكنك التقليل من الضجيج من خلال قيامي بترك المحرك يعمل خلال الانتظار لمدة طويلة بتأكيد لا بتبديل الأقفال المحترئة لجدران هيكل المركبة نعم ملء خزان ضغط الهواء المرتفع من جهاز ثابت إن أمكن يعني صراحة لست واثق لأك نسو أختارها جيد إجابة أن صحي هذا طيب ما الذي يجب عليك مراعاته عند التخطيط للمسافات فترات القيادة والراحة نعم القواعد الخاصة بالدولة الأخرى عند المرور العابر للحدود نعم حضر القيادة بسبب الإجازات الرسمية الخاصة بالمقاطعات المعينة أعرف صراحة هذا يتبلو إجابة خاطئة طيب السؤال التالي ترغب في استخدام هاتفك الذكي المثبت في المركبة كجهاز ملاحة ما الذي ينبغي عليك الانتباه إليه ينبغي عليك عدم استخدام الجهاز قدر الإمكان خلال الرحلة نعم استخدام اللوقة المنطوقة للجهاز نعم ادخال الوجه عند توقف المركبة نعم السؤال التالي على ما يجب الانتباه عندما تستخدم نظام ملاحة في مركبتك يجب أن لا يحد نظام ملاحة من رؤية السائق نعم المعلومات الصادرة هي عبارة عن اقتراحات نعم يجب أن لا يكون نظام ملاحة ملقا في السيارة دون تثبيت يعني سواء كان ملقا أو غير ملقا ماذا يهمهم في هذه المسألة ما الذي يجب عليك الانتباه إليه عند استخدام أنظمة تحديد المواقع الجغرافية وخراط الطريق يمكن أن تصبح المحتوى القديمة حتى بعد الشراء بفترة قصيرة نعم حتى المحتوى الحديثة يمكن أن تختلف عن الواقع نعم جميع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية تتحدث آليا يقولون جميع يعني توقع هذه إجابة خاطئة بأنهم يقولون جميع طيب السؤال التالي مقصود من القياس 1-300 ألف على خريطة الطريقة 1 سنتيمتر على خريطة تقابل 1-3 كيلومتر يعني كان قبل قليل 1-200 ألف تقابل 2 كيلومتر حتى توقع هنا 1 سنتيمتر على خريطة تقابل 3 كيلومتر منطقيا ستكون هكذا طيب الشروط ليجعل معدل السرعة ومثبت السرعة الإنسان في توفير القيادة في توفير الوقول عفوا أتلان القيادة الإسراع في الوقت المناسب على المحضرات الطويلة؟ بتأكيد لا لا يمكن الإسراع على المحضرات الطويلة استخلال الحد الأقصى للوزن الكل المرخص؟ لا اختيار الوضع الصحيح لناقل الحركة توقع هذه الإجابة فقط الصحيحة طيب السؤال الثاني ما هي الأعمال التي قد تشدت انتباهك بشكل خطير خلال القيادة؟ كتابة عنوان في نظام الملاحة؟ نعم كتابة رسالة نصية؟ نعم المكالمة الهاتفية؟ بتأكيد طيب السؤال الثاني لماذا ينبغي تشغيل راديو المرور عند السفر على طريق السريع؟ لأن راديو المرور يحذر السائقين في الاتجاه المعاقس نعم يعطي معلومات عن الوضع يعني هنا يعني أصلاً الإجابة غير كافية يعني ماذا يخصلون يعطي معلومات عن الوضع؟ لازم مع ذلك سأختاره من ضمن شروط السير على الطريق السريع تأكيد هذه إجابة خاطئة يعني ليس من شروط السير على الطريق السريع طيب السؤال الثاني ما هي ميزة استخدام نظام التحكم في السرعة مثبت السرعة لقاء المركبة مثبت السرعة يوائم السرعة مع كتابة المرور لا يخفف العباء على السائق خلال استخدام السيارة هي توقع إجابة صحية لكن هم لا يريدونها يعني يعمل على إثبات السرعة المضبوطة في حارة السير المستوية توقع فقطات الإجابة صحية أيضاً هنا يخفف العباء طيب انتهينا من الإجابة على جميع الأسلال سعطية التسليم الآن نعم طيب أربع إجابات خاطئة طيب نتوجه الآن إلى القسم التالي هنا 22 سؤال هنا بقية 19 سؤال تدفع من قبل المدرب والحافلات السلوك في حالة انهيار وبعد وقوع الحوادث 19 سؤال بسم الله طيب بسبب الضباب على طريق سريع تتورط في حادث جماعي ويحشر الباص بين السيارات الأخرى ما الذي يجب القيام به في هذه الحالة البحث قبل كل شيء عن وجود شهود بمكان الحادث العودة إلى مكان الحادث على خلاء مسافرين بشكل آمن نعم أخذ المصابين والمسافرين إلى مكان آمن على مسافة كافية من الحافلة من الطريق السريع وقيام بالسافلة وليس توقع فقط هذه الإجابة والثانية إجابة صحيحة أنا من الإجابة الأولى تبدو يعني إجابة خاطئة طيب جيد السؤال الأول هذه السؤال الثاني باعتبارك سائق حافلة في الخدمة ما الذي عليك الانتباه إليه يمكن أنك تناول كل المواد التي لا تحتاج إلى وصفة طبية دون أن يؤثر ذلك على كفاءتك في القيادة ببتاكي هذا الإجابة خاطئ يعني يعني بعض المواد لا تحتاج إلى وصفة طبية لكنها تؤثر على كفاءتك يعني لا يسمح لك بتناول أي مخدرات أبعاد خغيرة أو أدوية يمكن أن تشكل عائقاً عن القيادة نعم على مشروع في القيادة تحت تأثير مخدر أو أدوية يمكن أن تشكل عاغاً للقيادة نعم يعني إجابة الثانية والثالثة توقع صحية فقط طيب جيد السؤال التالي من يعتبر طرفاً فاعلاً في حالث السير شخص تسبب في حصول حالث نعم شخص يحتمل أن يكون تصرفه قد ساهم في نشوء الحالث نعم شاهد يستطيع أن يدلي بتصريحات حول وقوع حالث توقع هذه إجابة خاطئة لأنه يعتبر طرفاً فاعلاً ما الشاهد ليس طرفاً فاعلاً طيب السؤال التالي في أي الحالات يجب أن لا يمارس سائق الحافلة مهنته عندما لا يشعر بالصحة جيدة على الإطلاق نعم عندما يعاني من مرض معدن يجب العلام عنه نعم عندما يعاني أحد القاطنين معه من مرض معدن يجب العلام عنه يعني أتوقع هنا لا علاقة لها بالسؤال يعني صراحة تبين أنه يجب أن أيضاً عندما يعاني أحد القاطنين معه من مرض معدن يجب العلام عنه يعني كما يقصره مثل كورونا ربما يعني إذا كان أحد جيرانك معه كورونا سيمبغي عليك ان تقبع في الحجر الصحي مدة 14 يوم طيب نتابع في حال تساقطت الثلوج على سيارتكم ما الذي يجب عليكم القيام به قبل الانطلاق بالسيارة يجب وزارة الجليد والثلج عن الزجاج عن سقف السيارة و عن المراية توقع عن جميع هذه الاشياء طيب السؤال التالي رجاء نبدأ الفن طيب نبدأ الفن طيب نحن نقود في ضباب هناك سيارة علي يساري والسرعة كانت ثمانين طيب هنا شاحنة علي يساري ايضا وبما تري تالي شاحنة تجاوز يعني صباح لكن هناك خط لا اعرف اذا كانت ستنعمل تجاوز لكن سنرى الان في السؤال تقول في الطريق السري ما هو صحي في الواقف مسموح لي تشغيل مصباح الضباب الخلفي نعم قيادة بسرعة خمسين كيلومتر بحد اقصى قيادة بسرعة ثمانين كيلومتر توقع قيادة بسرعة خمسين كيلومتر طيب صورة تالية هل يجب على الطرف المساهم بحالة مرورة ان يقود مركبته الى الجانب نعم في جميع الاحوال نعم ان كانت الاضرار طفيفة لا في جميع الاحوال توقع في جميع الاحوال يجب ان يقود نعم ان كانت الاضرار طفيفة طيب بعد وقوع حادثة تنقلب الحافلة وتصبح الابواب غير قابلة لفتح ما الذي يتعين عليك فعله في هذه الحالة اطلب من المسافرين مغادرة الحافلة على الفور من خلال نوافذ الاغاثة والكوات مع الحفاظ على الهدوء نعم اطلب من المسافرين غير المصابين مساعدتي على اخلاء المصابين والضعفاء والاطفان من الحافلة بشكل امن نعم انتظر الحصول على المساعدة اولا يعني ان بغي عليك ان تتصرف وليس عليك انتظار المساعدة طيب السؤال التالي بسبب عطل تضطر الى التوقف على الجانب الايمن من الطريق السريع ما الذي يتعين عليك القيام به في هذه الحالة تشغيل اضوء التنبيه ووضع اشارة التنبيه بالخطر بمسافة كافية خلف السيارة نعم العمل على ابقاء المسافرين على مسافة امنة من الحافلة ومن الطريق السريع نعم الاتصال لطلب المساعدة اذا كنت غير قادرا قادرا اذا كنت غير قادرا على اصلاح العطب من العطب بنفسي نعم طيب السؤال التالي ايضا في الم طيب السؤال التالي ايضا في الم طيب نتوجه السؤال نعم كيف تتصرف بشكل صحيح انتظر قبل العائق صراحة لم ارى عائقا وغير مساري نحو اليسار هناك دراجة اه تراكتور او جرار على اليساري وتابع في التباطئ نعم توقع فقط هذه الجارة الصحيحة ايضا انتظر قبل العائق معني صراحة لم ارى عائقا حتى الان طيب تابع واسع في حال تساقطت الثلوج على سيارتكم ما الذي يجب عليكم القيام به قبل انطلاق بالسيارة يجب علي ازالة الجريد والثلج عن ما كان وجود الضوء حتى خلال اليوم نعم تشغيل محرك السيارة حتى يسخن يعني منطقي نحن في الزورية نفعل ذلك لكن هنا يحفظون على البيئة يعني اكثر من السيارة لذلك هذه الاجابة ستكون خاطئة متى يجب عليك التدخل خلال القيادة كسائق حافلة مدرسية عندما يتبادل اطفال مقاعد لا عندما يدخل الاطفال الى مكان محظور نعم طيب السؤال التالي ترغب في ازالة الجريد من هيكل مركبتك ما هي الوسيل المساعدة في هذا؟ سقالة ازالة الجليد نعم سلم ازالة الجليد المزود بحزام السلامة ووسنان حماية الظهر نعم منصة ازالة الجليد صراحة لا اعرف الفرق بينها لكن سأختار جميع الاجابات طيب السؤال التالي في رحلة على الطريق السريع يخبرك المسافرون بوجود دخام بالحافلة ما الذي يتعين عليك القيام به؟ إصال المسافرين إنما كان يبع المسافة آمنة عن الحافلة والطريق السريع نعم ما صارت السريع حتى ما حطت تزود بالوقود التالي من أجل الطلاب المساعدة هذه إجابة تبدو خاطئ يعني تقف مباشرة على جانب الطريق ووضع إشارات تنبيه لتأمين السيارة على مسافة كافية نعم طيب السؤال التالي أيضاً فيلم طيب 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 أيضاً فيلم هنا شاحنة أو سيارة هنا لكن الأولوية لي لكن مع ذلك علينا انتباه لها بتأكيد إلى السؤال نعم لماذا ينبغي عليك أن تفرمل الآن؟ بسبب السيارة الخضراء بسبب السيارة الزرقاء الجرار صراحةً لا أذكر اللون لكن أتوقع أنها السيارة الخضراء كانت طيب ما الذي يجب عليك فعله كسائق حافلة مدرسية قبل الخروج بالحافلة من المحطة؟ تأكد من أن كل الأبواب مغلقة كما يجب نعم إيقاف تشغيل نظام الأضواء التحذيرية التأكد من عدم وجود تلاميذ أمام الحافلة توقع فقط الإجابة الأولى الثالثة وأيضاً علينا إيقاف تشغيل الأضواء التحذيرية طيب تابعوا واصف على ما يجب الانتباه كسائق حافلة مدرسية وحافلة النقل عند الدخول إلى محطة عليك تخفيف السرعة بشكل مبكر وتجنب الفرامل الحادة نعم تشغيل ضوء التحذير الوامض أمام محطات محددة نعم تشغيل ضوء التحذير الوامض عند الخروج من أي محطة هنا من أي محطة لذلك ستكون إجابة خاطئة يعني الأسئلة التي تكون فيها شمولية تكون في الغالب خاطئة مثل كل مكان أو كل حافلة أو كل محطة هكذا طيب حدث لديك عطل خارج منطقة سكنية مغلقة وتقف مركباتك خلف منعطف بطريق السير ما هو الصحيف في هذا الموقف؟ يجب أن أرتدي سترة التحذير نعم يجب علي أن نضع خلف المركبة إشارة تحذير واحدة على الأقل واضحة نعم يجب علي تشغيل ضوء التحذير أيضا صحيح طيب هكذا أجب العجبين أسئلة سأعطيه تسليم الآن نعم طيب أربع إجابات خاطئة فقط وخمسة عشر إجابة صحيحة يعني أتحسن الآن مستوانا الحمد لله لكن سنضطر الآن الوقوف هنا لأنه صراحة نضطر الوقت في تسجيل هذا الفيديو ونتابع في فيديو آخر إن شاء الله وصلنا إلى القسم فقط حتى نرى الأقسام التي وصلنا إليها هنا أثنين عشرين و تسعاتاش بقية هذا السؤال ثلاثة عشر و أربعة يعني بقية سبعة عشر السؤال في هذا القسم الذي هو 겸ة الأسئلة في دينجور تيمن في الأسئلة الضافية بعد ذلك إن شاء الله نلتقاري للقسم التالي هنا مئتان وثمان件事情 هنا أربع مئة وثلاثة أربعون سؤال يعني ستمائة سؤال تقريبا على إن مشترك بداخل هذا الزرار طبعا العناوين هنا فقط في اللغة الإنجليزية لكن الأسئلة باللغة العربية طيب سنتقف الآن هنا وإن شاء الله في الفيديو القادم متابع في الأسئلة الباقية في الفيديو القادم إن شاء الله متابع مع التشريعات الاجتماعية والتفتيش الأمني نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته